يعني احنا مش ما بنقولش ده مجازا لما بنقول ان السيدات بتجيلها اكتئاب ما قبل الولادة واكتئاب ما بعد الولادة وده بيختلف في الشعور وبيأثر على قلب الستات لما بيجوا يحطوا ايدهم كده ويلوا قلبي واجعني ده بيقى بجد قلبهم واجعهم اه ده حقيقي هو دي ظاهرة وليها نسبة لبأسة بها عالميا يعني ان السيدات في الحمل او في عمر الحمل يعني ممكن تصاب باعراض اكتئاب ما بعد الولادة اللي هو ممكن يبدأ احيانا ما قبل الولادة ويستمر لبعد الولادة يعني ممكن لأسابيع وممكن لو ما تعليقش كويس انه هو ممكن يزيد عن كده وممكن يتطور الاكتئاب حاد بعد كده لو ما تمش علاجه بالصورة المناسبة وطبعا تأثيرات الاكتئاب طبعا قبل التأثيرات يا دكتور عفوا ايه الاسباب ليه المرأة بتكتئب ما قبل الولادة اقول لك انا طبعا يعني ما فيش اسباب واضحة بس طبعا يعني ممكن بيبقى فيها جزء زي جيني او عائلي يعني مثلا حنلاحظ ان اللي بيجي لها اكتئاب ممكن هتلاقي والدتها وخليلها هتلاقي في العيلة عندهم جزء جيني ان هم يعني بيتأثروا بشدة في فترة الولادة ممكن لو هي تصابت بالاصابة دي قبل كده ممكن تجي لها تاني ممكن الاضطرابات النفسية او المصاحبة للولادة او اختلاف الهرمونات او تقلب ده وارد طبعا يعني ممكن يكونش عندها تقبل للشكل من قبل الولادة وبعدها يعني الخلفات ممكن لو فيه خلفات اثرية مصاحبة للفترة دي كل ده بيساهم في زيادة نسب الاجتئاب ما بعد الولادة اشتركوا في القناة